جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامجد غرسناه بأيدينا و قطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في خناء الدار السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و سهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حديث الدار اليوم حديث الدار سنأخذكم كأنكم تجار عندكم حملة إعلانية لمنتج معين كيف يمكن أنك أنت تسوق لهذا المنتج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و يسر أن يكون معنا خبير ممارس و أكاديمي في هذا التخصص الدكتور محمد بن حاتم أبو الجدائل رئيس قسم الاتصال التسويقي في جامعة الملك عبد العزيز حيك الله دكتور الله يحييك الله يسعدك سعداء جدا بك و أنا أسعد الله يسلم و أكبارك فيك نحن نتكلم عن حملة يعني أنا عندي منتج أبغى أسوق لهذا المنتج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و هذا يمكن من الأشياء نحن لما نلتفت نرى نعمة الله عز وجل علينا أنه كيف طوع لنا هالأشياء و أصبحت القضية سهلة أول واحد لما تسمع تاجر تقول يعني أو أنه عندي منتج أبغى أسوقه ما عندي إلا بسطة قدام البيت الآن أصبح الموضوع شوية مختلف خلينا نتكلم عن الحملات يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما نقصد بوسائل التواصل الاجتماعي ابتداء و كيف نحن ممكن نسوق من خلالها طيب وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هي تعتبر الوسائل الحديثة الآن اللي على الرقمية اللي فيها تواصل بين يعني فيها تواصل كما تقول ذو اتجاهين حلو ما هو اتجاه واحد جميل ايه و تستطيع تكون فيها شبكة من الأصدقاء و شبكة من التواصل و لذلك سارت مهمة جدا لأنها تعتبر يعني فيها فعالية أكبر من الوسائل التقليدية اللي هي الصحف الإذاعة التلفزيون صحيح هذا من طرف واحد يوصل لك رسالة جميل هذه الوسائل أشهرها المتداول عندنا هنا في المجتمع والله يعني بناء على الإحصائيات آخر إحصائيات نزلت في تقريبا نهاية سنة 2018 كان يقول لك اليوتوب أعلى شيء مستخدم في المملكة العربية السعودية جميل يأتي بعده الفيسبوك اوه نعم أنت قاعد تصدمنا بالمعلومات نعم حسنا الأسباب أخرى نحن نعرف ما هي الأسباب لكن الترتيب اليوتيوب و الفيسبوك بعد ذلك بعد ذلك سأتي لك مثلا وسائل الإعلامة مثلا تخيل ثالث شيء ما الذي يأتي بعد ذلك يعني غير تويتر واتساب الواتساب طبعا بدأ الآن يزاهم حقوقها نعم وبعد ذلك هناك الإنستغرام على ما أعتقد تويتر والسناب تحت لا نعم نعم ترح تزاعل علينا الناس دعنا أقول لك الناس يصدموا ولكن على فكرة أنا السناب والتويتر مهمين جدا كما تكلمنا أنه على حسب الشريحة المستهدفة ماذا شريحة تكلم تستهدفه حلو و برضو أنت حانا ممكن تنظر للعملية من وجهة نظر أخرى هل أنت تدور على مستخدمين مثلا في فئة عمرية معينة عندما نقسمها على الفئات العمرية جميل التوزيع هذا يختلف حلو نحن نتكلم عن تصليف عام عام تصليف المستخدمين حلو طيب الفيسبوك لما لهم موجود قوي لأنهم اشتروا الإنستغرام و اشتروا الواتساب يملكوا الإنستغرام و الواتساب يعني هذه زاوية أخرى هذا الاستحواذ التجاري يمكن أن أعطاهم قوة في الصغارة طبعا السناب شات يعني يرافضني بيعوا للفيسبوك لكذا يضيقوا عليهم و الفيسبوك يضيقوا عليهم بالإنستغرام و بالفعل نحن نشوف فيه مميزات يعني كل يوم تطبيق قاعد ينافس يعني هذا نزل ميزة اليوم الثاني يقول لك والله انستغرام أضاف كذا مثلا صحيح التويتر و اللينكتن لهم يعني زي ما تقول لك هاتهم الخاصة يعني زي ما تعرف يعتبر مايكرو بلوغينج اللي هو التويتر الناس بيتكلموا فيها عن آراءهم مفكرين يختلف طبعا شوية برضو اللينكتن متخصص تخصصية أي في الأمور مثلا في الأعمال يعني ممكن تكون من خلاله رابطة مثلا للمهتمين في مهن معينة مثلا صحيح جميل أقدر أفهم من هذا أنه يعني أنا لو جيت أبغى أصنف مثلا لفئة عمرية ممكن الترتيب يختلف ممكن أيها حلو و هذا حيساعدني أنا مثلا في تسويق منتجي صحيح جميل طيب لو جينا نتكلم على الحملة يعني هل كل واحدة من هذه التطبيقات لها سياسة يعني متخصصة مثلا في التسويق للحملة يعني مثلا أشتغل على اليوتيوب غير لما أشتغل كذا أو أني أصمم منتج و أوزعه بالفعل كل منصة لها طريقة مختلفة بالضبط في الكتابة فيها حلو يعني طريقة أحيانا نفس الوظيفة حق المنصة يتعطيك مجال أنك مجال إبداعي جميل يعني مثلا أعطينا أمثلة طيب أحد الأمثلة كان فيها جمعية أعتقد أنها جمعية أسترالية أو نيوزيلندية جمعية يعني بتشجع على الحفاظ على الحيوانات اللي ستنقرض أو اللي في خطر فاستخدموا السناب شات وكتبوا حطوا صورة الحيوان اللي يكرمكم اللي سينقرض مثلا النمير أو نوع معين من الأشياء اللي ستنقرض وكتبوا فيها لا تخلي هذه آخر سلفلية وبعدين تختفي الصورة تختفي فإذا ما تقول فيها رسالة بطريقة غير مباشرة مناسبة للتطبيق مناسبة للتطبيق طبعا هذه الفكرة لو تحطها مثلا في الفيسبوك أو في التويتر ما ستأتي ما ستأتي ما هي مناسبة للتطبيق طبعا كل وسيلة لها استخدام بطريقة مختلفة في بعض الأشياء التي ستنزلها في الإنستغرام لا تصبح مثلا تنزل في التويتر الإنستغرام مثلا يتطلب مثلا أن تنزل أشياء تصميمها يعني جذاب الصورة يعني رقم واحد أكثر من النص يعني التويتر تحب مثلا تشارك أراءك في حلو مثلا الفيسبوك مثلا الفيسبوك يعني زي ما تقول يعني وسيلة صداقة يعني زي ما تقول كاجول شوية أكثر من باقي الأشياء يعني لدرجة أنه أحيانا أنت يلاقي بعض الأشخاص في اللينكتين نزلوا لك مثلا بعض الأخبار الشخصية عنهم فيردوا عليهم أن ترى أنت من أنت في الفيسبوك يعني أشياء شخصية أشياء في الصداقة أشياء في الأمور جميل يعني نحن نقول أي واحد يريد أن يعمل في حملة تسويقية أو يريد أن يعمل في حملة يجب أن يكون فاهم الأدوات و ما تخصص كل واحدة منها و ما قوالبها المناسبة لها لأنه صعب أنه يدخل كذا طيب هو شوف عندنا مفهوم في المنتشر جدا أنه الشخص اللي هو موضوع أنها تبدأ على طلب الأدوات حلو في شيء قبلها إذا أنك أنت تبدأ تبدأ تسوي حملة تسويقية يعني أنا مثلا أعطينا المنهجية طيب إيه المنهجية المنهجية يعني تبدأ تسوي حملة الحملات يعني بصفة عامة تمر بأربعة خطوات حلو أول شيء عندك البحث أو الآن في زمن الإعلام الرقمي بيقول لك الـ أو الاستماع الاجتماعي أه تشوف يعني أنت المشتهدفين أي شيء يبغوا يعني زي ما تقول تشوف إش الحاصل الآن تشخيص يعني أي تشخيص أول شيء تشوف أنت مثلا إذا أنك أنت راح تتعامل مع الشركة أنت مسؤول لتسوي لهم الحملة أو إن كانت الحملة حقت شركتك تبغي تعرف والله إيش الأبحاث اللي سويناها السابقة مين شريحتنا المشتهدفة مين أشترى مين ما أشترى الرسائل القديمة اللي احنا سويناها على الفيسبوك ايش الاشياء اللي تفاعلوا معها الناس ايش الاشياء اللي ما تفاعلوا معها الناس ثاني شي فيه حاجة اسمها السوشال لسنينج او الاستماع الاجتماعي فيه برامج خاصة زي ما تقول بتشوف المنشنز حقتك الموجودة الناس ايش بيقولوا عنك في الكومنتات في الاخبار في الانترنت ايش بيقولوا الشيء ايجابية الشيء سلبية طبعا مو بس عنك تبدأ تتعمق تشوف في المنافسين ايش بيقولوا عن المنافسين تبدأ تتعمق تشوف ايش بيقولوا عن المجال الصناعي اللي انت بتشتغل فيه تبدأ تجمع معلومات كبيرة تشوف ايش الشيء اللي بيهم الجمهور حقك اللي لازم تعرفه الان في السوق الموجود في السوق ثاني شي عندك بعد خطوة البحث او خطوة الاستماع الاجتماع عندك خطوة التصميم الاستراتيجي جميل ارجع للتصميم بعد الفاصل لانه يبغى لها كاسة شاهي عشان ما اخوا مخوا عليها شاهدين الكرام فاصل ثم نعود يبقى هل ارواح الموتة تتلاقى وتتزاور وتتذكر ما كان ام لا اولا لا بد ان نعرف ان ارواح العباد اما معذبة وهي مجغولة بالعذاب واما منعمة وهي مرسلة غير محبوسة تتقابل وتتذاكر ما كان في الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذه المعية ثابتة في الدنيا والبرزخ والآخرة وقد اخبر سبحانه وتعالى عن الشهداء بانهم احياء عند ربهم يرزقون وانهم يستبشرون بمن لم يلحق بهم فكونهم احياء ويستبشرون تفيد انهم يتلاقون وقد تواطرت المراء الصحيحة بتلاقي الارواح وتعارفها وَقَطْفٌ قَدَّنَ ثَمَرًا تَرَى مَا فِيْنَ وَحِيْنَ حَدِيثُ الدَّارِكَ الْأَمْطَارِ غَيْثٌ فِيْنَ وَادِيْنَا أياكم الله مشاهدين الكرام الله يحب أنا أتمنى برحان المشاهدين يكونوا معنا في الفواصل هم يطلع بالفاصل نحن هنا نأخذ درر يعني ما تنقال على الهواء بس إن شاء الله إن شاء الله ننلحق ونقولها بإذن الله نحن وصلنا دكتور للخطوة الثانية اللي هو التخطيط الاستراتيجي جيد للحملة نحن قلنا الخطوة الأولى يعني يبدأ يأخذ بيانات كافية في يعني الشريحة المستهدفة وكيف تنظر إليه كيف المنافسين يعملون كيف نفس المنتج أو الصناعة نفسه اللي هو يشتغل فيها معلومات كبيرة بعد كذا يبدأ في الخطة الاستراتيجية صحيح إيش الخطة هذه طبعا بعد الخطوة الأولى اللي هي خطوة البحث أو الاستماع الاجتماعي في الأخير أنت بتطلع بخلاصة معينة حلو إنه في مشكلة معينة أو في مثلا فرصة معينة تبغي تسويها عن طريق الحملة هذه جميل فتسوي تصميم استراتيجي مبني على المعلومات أو البحث اللي انت جمعته بحيث أنك انت تسوي خطة يسموها مثلا informed أو مثلا مبنية على بحث مو بس كده ما هي خطة يعني نطباع شخصي حاننا قاعدين فصفصين نقول لك ايش راي نسوي لا نسوي مبنية على معلومات حقيقية حلو طيب طبعا في معلومات كثير عن التخطيط الاستراتيجي إنك انت فين وفين تبغي توصل هذا هدفك نقدر نكون مثال يعني مثلا تقريبي مثلا نقول والله تكونت صورة مثلا ذهنية أو معلومات مهمة عندك وبعدين رسمت لها مثلا خطة أو حددت مسار لها طيب يعني أنا مثلا خليني أعطي مثلا مثال يعني مثال من بالي يعني ما هو يعني ممكن ما يكون حقيقي جميل ايه جاءت فترة حملة فلاي أديل حلو كرسي الشحن حلو اشتهرت اشتهار كبير وناس كثير يسألوني بيقول أنت متخصص في هذا المجال ايش رايك ايش رايك ليش سووا كذا ليش عملوا كذا فأنا كنت بيقول لهم يعني من رؤية استراتيجية ومن تخطيط فمثلا حللتها بطريقة معينة ممكن يكون هذا تحليل يعني ممكن يكون تحليلي وجهة نظري حلو أو ممكن يكون هذه خطة مشوا عليها الله عنه فبقول لهم مثلا الاعلان حق كرسي الشحن ايش بيحاول وصل لك فكرة ترى كرسي الشحن ما في أرخص من كده صحيح فكأنه بيحاول مثلا كن عنده هدف رئيسي احنا نبغانين شر الوعي عند المستهلك انه ترى احنا أرخص من غيرنا في شركات في السوق أقدم منهم ومعروفين بعض الشركات انهم يعتبروا الطيران الاقتصادي او الأرخص لكن شركة فلاي اديل ظهرت أحدث شركة وما هي معروفة فهذا الهدف الرئيسي لو نبدأ بالهدف حلو طبعا هم سووا بحث في البداية فاكل مكتبت البحث اعرفوا انهم هم معروفين مثلا حلو يسألوهم ترى مين أرخص وما يجيب اسمهم وما يجيب اسمهم طيب هذا طبعا كله من عندي هذا الحلو لانه اتوقع كل واحد شاهد اي اعلان يشوف اي اعلان يقوم بعملية تحليل شخصية فيبدأ يحلل يقول لك وجهة نظر و يتوقع انه هذا أمر طبيعي يعني اي اعلان صارخ يكون هو حديث المجالس فتجد لو في المجلس عشرة كل واحد عنده وجهة نظر يعني لا يوجد شيء تقول مثلا و بعدين نسأله يعني هل الحملات التسويقية دائما تكون مباشرة او غير مباشرة قد يكون هذا مقصود انك تجلس الناس بالفعل بالفعل فبعد كده انت بتحدد الجمهور عندك الهدف حددنا نريد ان نشر الوعي الجمهور هل انت بس تبغى بعض الناس لما تسألهم اللي عندهم منتجات قل لك انا المنتج حقي للجميع هذا كمان للجميع لازم تحدد فالطيران طيران فلا يديد الواضح انهم عندهم فئة مستهدفة يمكن طلاب ذوي دخل محدود مثلا دخلهم ما بين وبين عندهم اهتمامات فعرفين الشريح المستهدفة جميل ايه بعد كده انك انت بتسوي اللي يسموها مثلا او حتى رحلات اليوم الواحد يعني الان واحد ما معاعفش بالفعل يطلع يروح و يجي يعني مشواره ايه بعد كده عندك اللي يسموها الهداف الذكية انه الهدف هذا بيكون محدد انا ابغى والله انشر الوعي بين المستهلكين بمقدار 20% ابغى اوصل مثلا لـ 50 مليون لايك ولا اعجاب على حسب الهدف في خلال مثلا اسبوع في خلال يومين و اصرف كده يعني حطوا هدف محدد يمكن قياسه جميل بعد كده تجي عملية الاستراتيجية الاستراتيجية طيب ايش ايش الفكرة اللي احنا هنسويها عشان نوصل لنشر الوعي فيجلس و يفكر مع بعض المفكرين ايه فقال لك احنا نسوي كرسي الشحن هذا فكرة كده من غير ما نقول للناس ارخص بس بان تقول كرسي الشحن وتحطه في الشحن في الشحن خلاص واضح الرسالة بعد ان تقول له ما في تهوية نجيبلكم ايه فانت تطلع بفكرة ابداعية حلو تيوصل لك الرسالة بحيث انه ما فيش احد حيشاف الاعلان دائم كان اخذ صورة ايجابية ولا سلبية حيقول لك انه ما هم اقتصاديين ولا طغيران رخيص جميل بعد كده عملية التكتيكات التكتيكات اللي هي بعد الاستراتيجية طبعا انا جبت الفكرة حلوة هذه كيف سيسويها ايش الاكشن او الخطوات حق العمل هذا ايه فانت بتمشي بالخطوات هذه من الهدف زي ما تقول هدف كبير او هدف واسع الين ادقة تفاصيل انه والله انا هجيب اشخاص يكتبوا انا هجيب ناس يصمموا انا هجيبهم مثلين انا هاحسب هاصرف كده هاصمم هاعمل يعني بادقة تفاصيل جميل ايه طبعا هذه الخطوة الثانية حق التصميم الاستراتيجي يعني مريت بمثال عشان اوضح هاي كيف عشان الصورة تكون وابعة عشان توضح جميل طيب بعد كده المرحلة الثالثة هرجع لها بعد الفاصل طيب نرجع لها بعد الفاصل فاصل ثم نعود يبقى معنا جلسنا في فناء الدار أحباب محبين كتبت مقالا ونشر في جديدة البلاد أنني دخلت المدرسة ودرست وأجري لي اختبار والحقيقة صنفت ضمن الناجحين من الصف الأول إلى الصف الثاني وارتكبنا وقعنا في خطيئة مخالفة تحتم عليها أننا أدخلنا السجن في سويعات أدخلنا الفاصل ثم طال عمرك شوي جاء المدير قال المدرس هذا مدير المدرسة قال راح أعمل لكم اختبار واللي ينجح في الاختبار راح ننقله من الصف الأول إلى الصف الثاني قلة يعني اجتزنا هذا الاختبار وزع علينا كتب الصف الثاني ابتدائي وراح قال خلاص الحين في راحة خمس دقائق وأرجع لكم بعد الخمس دقائق طبعا الفاصل بين الحصص الصافرة أحد المدرسين ما أدري والله هو المدير أو المعلم كان يدخل ويرمي أعجاب السجائر وأكبرنا سنا واثنين ثلاثة معهم تآمروا وغدوا على حرد قادرين على أنهم يأخذون أعجاب السجائر ويعني نتوزع فيما بيننا يعني كل أربعة خمسة يكونوا في عقب السجارة حنا رأيناها محمدة المدير يدخن رأيناها ما يعني رأينا أنه هذه ميزة فالمهم على أننا أخذنا بسرعة يعني كل واحد يشفط وما جاء المدرس إلا إذا انتهينا لكن يعني ما بالجرم المشهود رائحة الدخان كانت تنبعث وكانت تفوح في كل أرجاء الغرفة هي غرفة من الحجر ومن الطين وكذا ومسك فيها الدخان بشكله قال مين اللي دخن؟ كلنا أنكرنا نعم حاول فينا كذا قال طيب أنت ولد القاضي إذا ما تعلمني مين دخن؟ أعلمت أبوك كنت أن أعلم فقال لي أكبرنا قال عيب عيب فكذا يعني نخاني كما يقال يعني ويعني كذا أحسست أني كان لو علمت أن هذه خيانة عيب عيب كلمة عيب حنا أطفال هذا شيء كبير إذا قيل لك عيب تكف حاول فيه ما فيه فائدة المهم على أنهم يعني أرسلوا للقاضي للوالد رحمة الله عليه أنه ترى علي الحقيقة في مجموعة دخنت وهو ما علمنا ما قالوا لي أنا من ضمن من دخنت واحدة طبعا ما أعرف دخنت أنا وما دخنت نعم فرحمة الله على الوالد قال الحقيقة يسجن هنا يسجن حتى يخبر من الذي جاء لهم بالدخان ومن الذي دخن وعلمت من الوالد فيما بعد أنه قال لهم مئة في المئة أنه مشارك معهم لو لم يكن مشارك ما أخفى هذا الأمر ذاع البلد الخبر في البلد أن القاضي أصدر أمر بسجن الطلاب لأنهم دخنوا كان التدخين هذا يعتبر جرم 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 عظيم يعني ولكن الحقيقة حينما ما كنا ندرك تماما والله لا نعرف دخان طبعا كلنا سجنونا كلنا سلمك الله يعني أمروا بأننا نسجن في مكاننا طبعا في نفس المكان اللي أنا فيه في المدرسة يمكن تقريبا ساعة ساعة وشوية لكنهم مفهوم سجن وَقَطْفٌ قَدَّنَ ثَمَرًا تَرَى مَا فِيْنَ وَحِيْنَ حَدِيثُ الدَّارِكَ الْأَمْطَارِ غَيْثٌ فِيْنَ وَحِيْنَ أهلا و سهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام حالك الله دكتور محمد الله يحيب نحن الآن بدأنا في التخطيط أنا تحمس للحمدة شكل عندي منتج بخطوة دعنا نقول الخطوة الأولى التي نستطيع أن نعبر عنها بجمع المعلومات و البيانات بعد ذلك بدأنا في عملية التخطيط و رسم الاستراتيجيات و الخطوات الإجرائية خطوة الثالثة الخطوة الثالثة هي التنفيذ والمراقبة خلال التنفيذ شميل أيضا أعطي مثال فلاي اديل حالي اديل نفذوا خلاص و نزلوا الإعلانات على جميع مسائل التواصل الاجتماعي أنا كنت متابعة من أول ما نزلوا حلو وبصراحة يعني عجبتني الفكرة والسرعة والسرعة طبعا أنا لاحظت أنهم وقفوا خلاص الحملة يمكن في خلال 10 ساعات أو 12 ساعة يعني تقريبا أو نقول مثلا يزيد أو ينقص ممكن نقول هما كخطة ممكن كانت نقول كانت يومين ثلاثة أيام أسبوع حلو لكن ممكن تلاقيهم وصلوا للهدف في وقت أسرع في فترة أقل نوقف حقق الهدف وممكن بناءا على المراقبة اللي هما بيشوفوها ممكن فيه عوامل تقولك والله لو استمرنا أكثر ممكن تقلب ضدنا أو تصير مشكلة حلو حلو هذه ميزة المراقبة ثاني حاجة عملية الردود على الناس اللي مثلا بيتريقوا أو بيتكلموا أنا لاحظت برضو بناءا على اهتمامي أنا مهتم ترى على فكرة أنا مهتم بجميع الأشياء الألانات والأمور التجارية التي تنزل على وسائل التواصل الاجتماعي أنا ممكن أعطيك أمثلة كثيرة ثانية لقيتهم في ردود سريع على طول على الناس اللي بيعلقوا أو بيتريقوا أو كذا وردود جميلة يعني لدرجة أنه لقيت بعض الناس اللي بيسووا مثلا صور مضحكة إنه والله هذا أنا بعد ما أوصل من رحلة فلاي أديل وتلاقيهم لفلف بلصق ولا محطوط في كرتون لقيت ثاني يوم أخذوا الصورة هذه وعملوا منشن للشخص اللي كتبها وقالوا له جميلة جدا ومضحكة وأسعدتنا بالتعليق هذا شوف ستوصل لك رسالة مننا في الليل سيكون في مفاجأة لك يعني قلبه شيء ممكن كان سلبي لشيء إيجابي وهذا عنصر المراقبة إيه وهذا عنصر المراقبة أو المونيترينج لأنك أنت بتراقب وبتتفاعل حلو لأنه في الإعلام القديم لا يوجد تفاعل صحيح فهذه ميزة تفاعل وممكن أن تأتي رسالة شهر أو شهرين ما أحد شافه إيه وما أحد شافه وما أنت دار ما يقول عنك كما أنت عارف إذا يريد أن توقف أو لا توقف أو لا تصرف أو لا تصرف حلو حلو بعد عملية التفاعل وقفوا الحملة يأتي وقتها الجزئية الأخيرة أو الخطوة الرابعة التقييم التقييم ترى نتائج الحملة هل أنت حققت نتائجك أو خسرت أو لا ضبطت أو نفعت أو لا نفعت كمي فتقييم ناس كثيرا حكموا قالوا هذه حملة فاشلة لا تقدر تقرر إلا بعد أن ترى الأرقام الأرقام هي التي تتحدث الأرقام تتحدث أنا طبعا منتظر الأرقام على أحد من الجنر حلو دعنا نقول هذه الأربع خطوات الأساسية نحن يمكن وقتنا شبه انتهى لكن هناك سؤال مرة مهم أحتاج منك جواب لا ترى أن هناك نوع من المخاطرة في بعض الأفكار التسويقية التي ممكن أنها تنعكس على المنتج صحيح مثل هذه الفكرة التي ذكرتها قبل قليل ممكن أنه ممكن لأنه خلال فترة وجيزة أصبحت حديث الشارع و الناس ممكن قاعدين كما تفضلت بدأوا يقلبونها مقاطع كوميدية على الموقع هل نحن نقول مثلا الذي يدخل في الحملات التسويقية أو حتى متخصصين في الحملات التسويقية ينصحون عن البعد عن المخاطرة أو لازم من المخاطرة في مثل هذه الأشياء؟ بالله طبعا لازم يكون هناك كما تقول موازنة جميل أنا أرى شركة مثل فلايا أديل أو مثلا في إعلانات ثانية كانت فيها نعمة المخاطرة سوتها شركة نايكي أو شركات ثانية أنا متأكد أو عندي اثقات كبيرة أن الشركة هذه سوت بناء على بحثها أكتشفت أن هناك نسبة كبيرة للنجاح و هناك مخاطرة و هناك مخاطرة مثلا تلاقي أقول لك الناس الذين يتريقوا و لا يجيبهم و يزعروا هؤلاء ليس فئة المستهدفة هؤلاء هؤلاء الناس الذين يركبون درجة أولى و يركبون طائرات خاصة و يركبون فأنا لا أستهدفهم أصلا نعم و لا يشترون من عندي أنا هدفي هذه الأجموعة سمعت من ناس كثير من الطلاب ناس كثير يدخلوا على الموقع و حاولوا يسجلوا و حاولوا شافوا نعم كان فيه اهتمام طيب فصح هو فيه مخاطرة كبيرة لكن أنت الآن في زمن الوسائل التواصل الاجتماعي الناس شغالة تتحرك على الصفحة و عندهم مئات و آلاف الإعلانات سار أنه ما يقدر ينتبه للإعلانات كلها متشابهة فأنا عشان أجذبه و ألفت نظره لازم أسوي شيء مختلف شيء مختلف و شيء ملفت طبعا و الأشياء المختلفة و الملفتة أحيانا بيكون فيها نسبة من مخاطرة لأن ذاكرة قصيرة حيانا أشياء نشوفها تعد علينا بسرعة فإذا ما فيه تكة كده يعني يعني سويت حاجة ما فيها مخاطرة و لا أحد شافها ولا أحد استطاع ولا حق التعب ولا حق التعب جميل طيب أنا انتهت حلقتنا اليوم لكن أنت عندك اهتمام و تدرب على الحملات صحيح من خلال التواصل الاجتماعي كم تدرب؟ يعني ممكن واحد يتدرب خلال يوم و يومين حتى يتقن هالأشياء والله التدريب يعني أنا دائما أنصح الطلابي و الناس المهتمين في دورات كثيرة مجانية على الإنترنت جميل يعني مثلا اللغة الإنجليزية ممتازة أو كويسة إلى حد ما دورات مجانية يعني حتى يقدروا تواصلوا معي على وسائل التواصل الاجتماعي جميل و أعطيهم بعض الدورات المجانية الموجودة و بالعربي في بعض الدورات المجانية جميل أنا في الجامعة أقدم بعض الدورات أو رش العمل المجانية جميل في السوق أيضا هناك دورات موجودة كثيرة في وسائل التسويق الرقمي أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن النقطة المهمة اللي هي؟ أغلب الدورات ليس أغلب الدورات في وفي لكن هناك دورات كثيرة تركز على الوسائل يعني كيف أنت سبت الخطوة الأولى والثانية اللي هي البحث والتصميم الاستراتيجي و بدون أن يكون عندك استراتيجية تقول خلاص أنا سنزل سأعمل الامبليمنتيشن أو سنزل أو سأطبق في الفيسبوك والسناب شات عشان الناس قالوا لي والله السناب شات منتشر عندنا خلاص وأسوي الإعلان ونزله وبعد كده يأتيك التقييم ما أنت عارف ليش التقييم نجيح ولا ممكن يقول لك والله انتشر بس ما بعد أنت بناء على الاستراتيجية حقتك تصمم أحسنت تصمم وبعدين ممكن يكون تصميم أنك أنت لا تبيع بس تنتشر تنشر الوعي جميل فهذه هي النقطة الأساسية التي أريد أن أختم بها جميل الأشياء التي يجب أن ينظروا لها في الدورات التي يريدون أن يأخذوها أو حتى لو لم يأخذوا دورات ممكن يحاول يطلع على على الدورات الموجودة جميل شكرا جزيلا لك دكتور محمد سعدنا بك الله يعطيك العافية الله يسلمك شكرا وصولا لكم مشاهدين الكرام تبقى الحملات الإعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فن لا يمكن أن تسير عليه إلا إذا أتقنت الخطوات الأربعة نلتقيكم على خير في أمال جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامجد غرسناه بأيدينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما فينا واحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار ترجمة نانسي قنقر